مرحباً بكم. سنتحدث في هذا الفيديو عن الديدان الدبوسية، أعراضها وأسبابها وطرق علاجها. دعنا نتعمق في الأمر أكثر. الدودة الدبوسية والمعروفة أيضاً باسم انتروبيوس فرميكيلاريس هي ديدان طفيلية صغيرة تصيب عادة الأمعاء البشرية. وهي أكثر شيوعاً عند الأطفال، ولكن يمكن أن تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار. أعراض الدودة الدبوسية أكثر أعراض عدوى الدودة الدبوسية شيوعاً هو الحكة الشديدة حول فتحة الشرج أو المهبل. وقد تشمل الأعراض الأخرى، الأرق والتهيج والنوم المضطرب، وأحياناً ألم خفيف في البطن. أسباب الدودة الدبوسية الدودة الدبوسية شديدة العدوى، ويمكن أن تنتشر بسهولة من شخص لآخر. والسبب الرئيسي للعدوى هو ابتلاع بيض الدودة الدبوسية، والذي يمكن العثور عليه على الأسطح الملوثة مثل الفراش أو الملابس أو لعب الأطفال. ويمكن لهذه البويضات البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى أسبوعين خارج جسم الإنسان. طرق علاج الديدان الدبوسية عادة ما يتضمن علاج عدوى الدودة الدبوسية مجموعة من الأدوية وممارسات النظافة. تستخدم الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة، مثل ميبيندازل أو بيرانتي البنواد، بشكل شائع لقتل الديدان الدبوسية. من المهم اتباع التعليمات التي تقدمها لك أخصائية الرعاية الصحية أو عبوة الدواء. وتعتبر ممارسة النظافة الجيدة أمرا ضروريا لمنع الإصابة مرة أخرى، ويشمل ذلك غسل اليدين جيدا وبشكل متكرر، خاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام. ومن المهم أيضا إبقاء الأظافر قصيرة. آمل أن تكون هذه المعلومات حول الديدان الدبوسية، أعراضها وأسبابها وطرق علاجها مفيدة لك. تذكر، إذا كنت تشك في إصابتك بالديدان الدبوسية، فمن الأفضل دائما استشارة أخصائية الرعاية الصحية للحصول على تشخيص دقيق والعلاج المناسب. حافظ على صحتك واعتني بنفسك.